بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذا أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم بشهادة مولانا الإمام الهادي عليه السلام كل من يقرأ هذا الدعاء له ثلاث حاجات مقضية فورية رجاء استمع رجاء استمعي أولا إلى هذه القصة والحادثة التي يرويها القطب الراوندي رحمة الله عليه عن الإمام الهادي عليه السلام وكيف تحصل على ثلاثة حوائج مقضية فورية روى القطب الراوندي عن جماعة من أهل أصفهان قالوا كان بأصفهان رجل يقال له عبد الرحمن وكان شيعيا قيل له ما السبب الذي أوجب عليك به القول بإمامة علي الهادي عليه السلام دون غيره من أهل الزمان قال شاهدت ما أوجب ذلك علي وهو أني كنت رجلا فقيرا وكان لي لسان وجرأة فأخرجني أهل أصفهان سنة من السنين فخرجت مع قوم آخرين إلى باب المتوكل متظلمين فكنا بباب المتوكل يوما إذ خرج الأمر بإحضار علي بن محمد الهادي عليهما السلام فقلت لبعض من حضر من هذا الرجل الذي قد أمر بإحضاره فقيل لي هذا رجل علوي تقول الرافض بإمامته ثم قال ويقدر الله سبحانه وتعالى أن أشاهد هذا المنظر المتوكل قد فكر عندما يحضر الإمام الهادي عليه السلام أن يقوم بقتله فقلت لا أبرح لا أذهب من هاهنا حتى أنظر إلى هذا الرجل أي رجل هو لدرجة أن المتوكل يأمر بقتله فورا ماذا فعل قال فأقبل الإمام الهادي عليه السلام راكبا على فرس وقد قام الناس يمنت الطريق ويسرتها أيضا صفين ينظرون إلى الإمام الهادي عليه السلام فلما رأيته وقع حبه في قلبي فجعلت وأدعو له الله سبحانه وتعالى بأن يدفع عنه شر المتوكل فأقبل يسير بين الناس وهو ينظر إلى عرف دابته لا ينظر لا إلى اليمين ولا إلى اليسار وأنا أكرر في نفسي الدعاء له فلما صار بإزائي بقربي أقبل بوجهه إلي قال قد استجاب الله دعاءك بأن الله سبحانه وتعالى سيحفظني من هذا القتل ثم ماذا قال لي ثلاث حاجات مقضية فورية قال وطول الله عمرك وكثر مالك وولدك فقال فارتعدت من هيبته ووقعت بين أصحابي كيف عرف الإمام بما أقول أنا في قلبي فسألوني وهم يقولون ما شأنك فقلت خيرا ولم أخبر بذلك مخلوقا فانصرفنا بعد ذلك إلى أصفهان ففتح الله علي بدعائه وجوها من المال حتى أنا اليوم أغلق بابي على ما قيمته ألف ألف درهم سوى مالي خارج داري ورزقت بعشرة من الأولاد وقد بلغت الآن من عمري نيفا وسبعين سنة وأنا أقول بإمامة هذا الرجل على الذي ما كان عليه آباؤه كما أمر الله سبحانه وتعالى عز وجل ولقد استجاب الله سبحانه وتعالى لي فورا عندما دعا لي بهذه الدعوات هذا هو هذا هو كما يقول علماؤنا العلام أهمية دعاء الفرج لمولانا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام فكل من يدعو لصاحب الزمان عليه السلام بدعاء الفرج بأن يحفظه الله سبحانه وتعالى بأن يكون الله سبحانه وتعالى لصاحب الزمان حافظا وقائدا ودليلا وعينا وناصرا فإن صاحب الزمان عليه السلام يقضي لك فورا ثلاث قضايا ثلاث حوائج في قلبك كما فعل الإمام الهادي عليه السلام عندما أكثر هذا الرجل من الدعاء بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى الإمام الهادي عليه السلام فكانت هدية الإمام الهادي عليه السلام بأن أعطاه ما أراد لأنه كان رجلا فقيرا كان رجلا ليس لديه زوجة كان رجلا ليس لديه أولاد ولا أموال وإذا بالله سبحانه وتعالى فتح عليه أبواب كل شيء من الخير لأنه كان يدعو لإمام زمانه فكيف نحن والإمام المهدي عليه السلام هو الذي قال بنص العبارة أكثروا من دعاء الفرج فإن فيه فرجكم إذا لم يكن فرج الأمة الأمة لا تريد الفرج فعلى المستوى الفردي سوف أدعو لك سوف أقضي لك الحوائج ولطالما كثير من الناس الذين قرأوا دعاء الفرج على الأقل مئة مرة في اليوم كيف أن صاحب الزمان عليه السلام عام لهم ودعا لهم كما دعا الإمام الهادي عليه السلام لهذا الرجل فقضى جميع حوائجهم وهذا الكلام مضمون بضمان الإمام المهدي عليه السلام أكثر من دعاء الفرج فإن فيه فرجك من كل هم وغم وضيق برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام ترجمة نانسي قنقر